المترجم للقناة 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 خلي غير من خلال شخص المسيح جاء يحنى وظفته كده ليشهد للنور يعني يشاور على النور أو يشير للإنسان كيف يحصل على النور كذا كان يحنى كان يأتي له البشر ويختسل في مياه الأردن من خطاياه ينزلهم الماء وطلحوا ولكن لم يتكن هذه ولادة من الماء والروح أما الولادة من الماء والروح فتممها في السيد المسيح دي أول عدد عدد ستاشر عدد ست فعدد ستاشر يقول ومن ملئه نحن جميعا أخذنا وأرجوكم تستطعموا معايا الآية ومن ملئه عن المسيح نحن جميعنا أخذنا من الملء والملء يعني الكمال كان السيد المسيح هو انتظار البشرية كلها انتظار للكمال ويمكن أفكركم كده بسرعة المسيح على عود الصليب آخر كلمة نطق بها كلمة قد أكمل فلن ترى سموا ولا كمالا بعيدا عن شخص السيد المسيح فيه كانت الحياة والحياة كانت نور للناس والنور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه من نحن من ملئه ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ده بيفكرني بالجزء اللي بنصلي به في صلاة الساعة التاسعة نشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك نشكرك لأنك ملأت الكل فرحا وأرجوكم يا إخوتي الأحباء تتوقفوا عند كلمة لأنك ملأت الكل فرحا ربنا ما يحبناش نعيش نص نص ولا ربع ربع دي ما تمشي شوية المسيح ولا يحب أن قلبنا يبقى نص وياه ونص في حتة تانية لا هو ربنا يملأ القل فرحا يملأ الكل فرحا ولا يوجد فرح آخر غير الفرح في شخص المسيح طب ملتنا بإيه يا يسوع قال ملتكم بالنعمة كما في هذا اليوم نعمة سر المعمودية ونعمة سر الميرون ونعمة سر الإفخارستية هذه النعم التي نالها جميعا يوم ما تعمدنا وإحنا أطفال صغار في يوم واحد لنا هذه النعم السلاس ومن ملئه نحن جميعا من ملئه نحن جميعا أخذنا أخذنا نعمة ده بيتكلم عن السيد المسيح وده يحن اللي بيشور لنا مفيش نعمة هتبنى قلبك ولا تحس بالشبع الداخلي غير من خلال شخص السيد المسيح ده ده في عدد 16 في عدد 26 يقول تعبير جميل قوي في وسطكم قائم إيه يا يوحن عايز تقول لنا إيه الشخص المسيح حاضر وعامل وفعال في وسطكم يجي لك كده فكر المسيح غايب أو المسيح مش واخد باله أو المسيح يعني مهتم بناس ونس لا لا في وسطكم قائم في كل بيت يمكن أن نقول يعيش في الأمانة هذا البيت في وسط هذا البيت يقيم المسيح في كل كنيسة في كل خدمة في كل مجتمع في وسطكم قائم موجود بيشتغل يمكن ده بيفكرني بالآية الأخيرة في إنجيل معلمنا متى لما بيقول ها أنا معكم ها ها أنا معكم كل الأيام يعني يا رب وينا النهاردة الحد الاثنين التلات ها أنا معكم كل الأيام في وسطكم قائم الرسالة اللي ممكن تطلع بيها النهاردة أن المسيح قائم في كل مكان وكلمة قائم يعني عامل يعني شغال مش حاضر وبس ده موجود وبيشتغل وبيشتغل نهاردة وبكرة وفي كل ساعة وفي كل دقيقة وفي كل بيت بس المهم التفت إليه أنت المهم أنك تاخد بالك منه المهم أنك تشعر بحضوره أيوب الصديق في العهد القديم كان يعتبر نفسه أنه يعرف الله جيدا ولكن عندما دخل إلى التجربة وخرج من التجربة بعد القصة الطويلة قال كده بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي يعني هو كان الأول كل علاقته بالله من خلال ودنه وعلاقة الودن دي تبقى ضعيفة أما لإيه الأقوى علاقة القلب والآن رأتك عيناي عيناي القلب في وسطكم قائم المسيح الذي يعمل أمس واليوم وإلى الأبد قائم موجود يشتغل وده يدينا رجاء ويدينا قوة في العدد في العدد ستة وتلاتين اللي هي المحطة الربعة يعني يقول كده هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ويشورع المسيح هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم وكانوا بيشورع للصليب حمل زبيحة وحمل الله من أجلي ومن أجلك هو زبيحة من أجل كل البشر هذه الزبيحة قدمت في زمن الصليب وعلى الصليب وامتدت في الزمن ومزالت ممتدة إلى الأبد وإحنا كل أسرارنا وكل صلواتنا قائمة على زبيحة المسيح على الصليب من أجل خلاص كل البشر حمل الله يعطينا رجاء أن الإنسان إن أخطأ أو سقط أو ضعف يلجأ إلى حمل الله ودم يسوع المسيح يرفع ويشيل ويغفر كل خطية هوذا حمل الله مستعد أن يمسح خطاياك هوذا حمل الله مستعد أن يرفعك ويقبل توبتك هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله ليس أنت فقط ولكن كل العالم المهم أنك تلجأ إليه وتحتمي في دمه المسفوك على عود الصليب دي المحطة الرابعة في المحطة الخمسة لما ابتدى يأتي تلاميذ للمسيح وده يدعي أخوه وده يدعي صاحبه علشان يبقى تلاميذ للمسيح نقرأ في عدد 46 عبارة تعالى وأنظر كل النعم اللي أرتهد هيت بقى في عدد 6 وفي عدد 16 و26 و36 في 46 قرب نهاية الإصحاح يقول كده تعالى وأنظر ما تقفش بعيد اوعى تكون كده واقف على هامش المسيحية وعلى هامش الكنيسة وعلى هامش الصلاة وعلى هامش الإنجيل وعلى هامش الصوم ادخل إلى العمق تعالى وأنظر تعالى وجرب جرب حياتك في نور السيد المسيح جرب حياتك ما تخليش الدنيا لهياك احنا بنصلي دايما في صلوات النوم ونقول العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينون الملاهي يعني الأمور اللي عملة تسرق وقتنا وعملة تسرق عمرنا والأمور اللي نهيتها في التراب ايه رأيك النهاردة في الإنجيل المقدس بيقولك تعالى وأنظر تعالى بنفسك دوء بيتفكرني بالزبط زوق وأنظره ما قطي بالرب تعالى ودوء هو هو على رأي القديس باسيليوس لو أنا عدت من هنا البكرة أشرح لكم طعم العسل قاعد أشرحه أشرحه مرة بالكيميا ومرة بالفيزياء ومرة بالزراعة ومرة بالنحل أبسط من كده ايه أقولك تعالى ودوء وريح نفسي وانت كمان ترتاح وبعدين لما هتدوء العسل هتعرف قدي حلوة وقدي التقل فيه تعالى وأنظر في إنجيلك في صلواتك في خدمتك في كنستك في مجتمعك وسط أسرتك تعالى وأنظر عمل المسيح القوي في حياتنا جميعا هذه المحطات يا إخوتي الأحباء تكشف لنا ماذا في هذا العيد عيد الغطاص وطبعا احنا بنسميه عيد الغطاص لأن المعمودية تتم بالتغطيص كده وكان في عصور قديمة الشعب كله يجي في الوقت ده وينزل المية تذكارا ويبقى عامل كده البرتقان واليستفان دي عاملوا زي للإنارة يعني زي فوانيس كده صغيرة ويبقوا فرحانين بهذا العيد وطبعا بيجي في شهر طوبة ما عرفش إزاي كانوا بينزلوا المية واخدين بالكم المية طبعا متلجة لكن يمكن ربنا كان بيدفها لهم مية النيل يعني المهم كان تعبير عن أهمية هذا الغطاص وعشان كده في هذا الأداس يوجد اللقان أداس المياه وأداس كامل بنصليه وبعدين بنتمسح بالمية تذكارا للمعمودية التي نناها أو ننالها مرة واحدة في حياتنا هذا هو يوم عيد الغطاص والذي نفرح فيه وبيمتد لسلاسة أيام وفي عيد الغطاص دائما في اسكندرية هنا فيه نوة الغطاص ودايما إحنا شعب استطعنا استطاع الأقباط أن يخلطوا بين الإيمان والطعام دخلوا الاتنين في بعض يعني القلقاسة اللي بنجيبها ونقطحها وننقاحها في المية ونرمي المية واللي تبقى من برة عليها طين وقصار الأرض وبعدين نخسلها كل ده بيدي رموز للمعمودية والقصب اللي بنمصه وبيمتد طولا بيشاور على السماء وناخد قطعة منه ونضغط بيها بأسناننا ثم تنزل عصير حلو تماما زي الإنسان المسيحي عندما يتعرض إلى أي ضغط ما يقولش لفظه وحش ولا يخرج من بؤه العيبة لكن يجد العصير الحلو زي من الأصب يخرج من فمه كلمات فيها بركة هكذا يعلمنا الكتاب المقدس هذا العيد عيد زي ما قلت في الأول ثابت في التاريخ وبنفرح فيه وبنجدد حياتنا وبنفتكر المعمودية بتاعتنا بتاعت كل واحد وبنستعد بعد كده بعد شوية تأتي صم يونان ثم الصم الكبير وتبقى الحياة الروحية وإحنا بنعيشها من خلال الكنيسة ربنا يبارك حياتكم جميعا ويفرحكم بهذا العيد العظيم والعيد المجيد بكل المفعيل المفعيل الروحية اللي فيه ونعيشه على مستوى معنى العيد عشان كده عايزك النهاردة وبكرة لما ترجع بالسلامة افتح انجيل يحنى الاصحاح الاول وانتو حفظين الجزء الاول اللي هو انجيل باكر بتاع كل يوم وقرى بقية الاصحاح وقف عند الكلمات التي تفوه بها يحنى المعمدان السابق والسابق والشهيد ربنا يبارك حياتكم ويفرحكم دائما لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر الظلم ه perdu وإلى الأبد وإلى الأبد حامل خطيات العداد الذي أتى بالقرن خلاص لي يوم خل الشعب هو موسيقى 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 موسيقى